أعلم أن الأمور قد تبدو واضحة لك لكن أنا حقاً أريد الاستماع والتعلم عقلي يبدو مختلفاً بعض الشيء يجب علي أن أتحرك وإن لا سوف أفقد التركيز إذا قلت لي إن نبت في وقفتك هنا هل يجب علي استخدام عقلي كله لأفعل ذلك أشعر بالحزن عندما تطلب مني أن أبدل جهداً أكبر لأن البيت 3 أبدل مصارف ودي دعني أتحرك خلال فترة الدرس دعني أنظر عندما أريد عندما تتحدث معي اسمح لي أن أمز الكرسي حلال فترة الدرس لأي سبب أرجوك لا تأخذ أشياء خاصة بي لتكون حملت توجيهات قصيرة قد يكون عقلي مختلفاً لكنه يبقى مديلاً من خالص التقدير تلميذك أنا مثلك تقدمني ترجمة نانسي قنقر